مديحة وهالة امرأتان في حياة الزعيم عادل إمام الأولى قصرت قلب والتانية أنقذته من الضياء عادل إمام والسدية كان بينها معلاقة غريبة شوي ممكن تستغرب لما نقولك إن عادل إمام الراجل اللي مقطع السمكة ودلها في الأفلام مع الممثلات زي يسرة وشرين ولبلبة ومرفت أمين وغيرهم وأفلامه كلها بوس وأحضان وحاجة كده بلاس 18 عادل إمام ده بقى شخص خوجول جدا مع الستات لكن هل ده معناه إن عادل إمام ملوش ماضي؟ لا عادل إمام كان ليه ماضي ومؤلم كمان بقريبا السر كانت بنت جميلة من مصر الجديد ده اسمها مديحة مين مديحة دي وإزاي قصرت قلب عادل إمام ابن الحلمية الشاب المكافح اللي كان لسه بيبدأ حياته في السينما والمصرح ويعالم الدنيا هتوديه فين اللي حصل مع عادل إمام إنه شايف ممثلة جميلة وقابلها أكتر من مرة في مناسبات مختلفة وكل مرة كان بيحس إن في حاجة جوان من ناحية مديحة دي وفي النهاية حبها حبه أفلطوني بريء والغريب إن عادل إمام ما انتبهش الحاجة وهي الفرق الاجتماعي اللي واضح ما بينهم مديحة كان واضح قوي إنها من طبقة أعلى منه بكتير وسكن في مصر الجديدة لكن عادل إمام بدافع الحب الكويل لمديحة رح قابل أبوها لكن أبوها ما كانش شايف أي مستقبل للشاب اللي بيطلع بيمثل في أدوار سنيد لفؤاد المهندس قال لبنته الفن ملوش مستقبل ولازم تتجوزي من حق ما نحدى أضمن إنه يعيش كويس وترفض عادل إمام ابن الحلمية الحي الشعب البسيط لكن مش دي المشكلة المشكلة إن مديحة ما دفعتش عن حبها لعادل إمام وتخلت عنه بعد أول صدام مع والدها وخلص الموضوع على كده لكن فضلت حتة جوا عادل إمام مكسورة وحسب الأهنة لحد ما في يوم كان هو وسعيد صالح وصراحي السعداني أصدقاءه الأنتيم كانوا عنده سمير خفاجة في بيته وكانوا فاتحين الشباك لأنهم كانوا متعودين يسهروا دايماً عنده كل يوم فبقى الشباك اللي قصاده متفتح على بنت جميلة سعيد وصلاح بلموا من جمالها وحاولوا يعكسوها لكن عادل إمام انبهر من جمالها ومعكسهاش لأن زي ما أنا قلت لكم إن عادل إمام كان خجول فعلاً ما بيعرفش يعكس لما الصحابة الثلاثة سألوا سمير خفاجة عن الأمر ده قال لهم دي بنت جميلة قاعدة مع جدتها وخلص الكلام على كده إلا عند عادل إمام فضلت صورتها متعلقة في خياله جالوا إحساس إنه ممكن ينسى بيها حبه وجرح القديم مديحة لكن ابن الناس البسيطة بتوع الحلمية كان قلقان من جرح تاني يفقده ثقته بنفسه خصوصاً لما عارف من سمير خفاجة إن هالة الشلقاني من عائلة كبيرة ونفس الطبقة اللي كانت بتنتمي لها مديحة واللي حصل كان أعلى من خيال عادل وقرب من هالة اللي لقاها متعلقة بيه جداً والأهم إن هالة مستعدة تحارب الدنيا كلها علشان وتقريباً زي ما هو بيقول هي اللي طلبت له الجواز مش بس كده الدوافقت تتجوزه في شقة صغيرة أساسها مش كامل وقالت له إنه بقى نكمله على مهلانة عادل حس إن هالة دي الهدية اللي ربنا بعتها علشان يططب عليه بعد ما نجرح في كرامته من الحب الأولاني وتحولت هالة الشلقاني من بنت الزوات لوحدة من أهالي الحلمية من كترة علقها بعاد الإمام وأهله بقت هي رمونة ميزان حياة كلها وكونت تركة وأفضل علاقة جواز في الوسط الفن جوازة زيرو مشاكل وده اللي خلى الزعيم دايماً بيبص الهالة بنظرة إبتنان لأنها هي اللي صنعت منه أسطورة فنية محدش يقدر يقرب لها وكل ده وهي في الدل ما حاولتش مرة تستفاد من نجومية جوزة وحبيبها عادل إمام ما شاء الله ربنا يا حمي لحد هنا خلص الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الإشارات حابة قبل ما مشاه أشكركم على وقفكم جنبي ودعمكم المتوصل للقناة قناة كبر بيك وليكم بإذن الله أسيبكم فرعات الله وقابنوا وحفظوا والسلام عليكم